أستاذ جمال خليني أبدأ مع حضرتك والأول عرف تعليقك على مباراة الأطنوة ثم عودة الروح مرة تانية أو عودة الكرة في ملعب النادي الأهلي مرة أخرى بعدما كانت في يد النادي الأهلي هو دلوقتي يعني الحمد لله أن الكرة أصبحت ما بين أقدام لعيبي النادي الأهلي بعد ما عادنا فترة الكرة مش في ملعبنا يعني صحيح فنقول دلوقتي لعيبة النادي الأهلي أن حتى المخاوف اللي كنا خايفينها من مباراة سانداونز والهلال على الأقل عمليا لم تتحقق يعني وبالتالي أصبح كلمة الحسم في أقدام لعيبي النادي الأهلي نعم وأنا على ثقة بإذن الله أنه هم حينتهزوا هذه الفرصة ويحققوا الهدف من هذه المباراة وهو التأهل إلى الدور القادم وبكده يسدلوا السطار على مرحلة لا ليه يتم إسدال السطار على إيه؟ على المرحلة لا المطش يعني تقصد لا أنا بقولي حيسدلوا السطار على مرحلة من الألق الشك الشك من الألق والتوتر اللي كل الناس والجماهير كانت عايشة فيه خلال الفترة اللي فاتت وأعتقد أنه لعيبة النادي الأهلي برضو عندهم القدرة بإذن الله أن هم يحققوا هذا الأمر يمكن مباراة القطن كان رغم سهولتها النسبية رغم دعا يعني القلة الفنية نعم رغم القلة الفنية لفنين أنا بكلم حتى أن أنت حتى وإنت بتلعب مع أضعف فرق المجموعة ما تضمنش أي حاجة صحيح ممكن يحصل أنت عملت مباراة جايدة يا سيدنا عملت مباراة جايدة وحققت نتيجة برضو إلى حد كبير هي المطلوبة بشكل كويس واستعدت الثقة وظهر معاك تاني مجددا محمود كهربا بشكل أكثر من رائع بير ستاو برضو بيواصل بيستمرت فدي مكاسب أعتقد أن هي حتبقى يعني حتدينا مؤشرات الفترة